موسيقى أولاً فرصة لتشن المركب للدنة لتعادي التحييي الجارة وخاصة لتعاود التأمين هذا كان مشروع فيه واحدة لن ينجل الدرن وكانت مدينة حاجة إليه وأيضاً كانت فرصة لنعطيه الانطلاقة للأشغال للمركز تكون لكرة القدم بشاركة مع جمعات القدم وهذا مركز المنزانية الجارة ستكون 80 مليون درهم إن شاء الله نظرية سيكمل مدى 24 شهر وعنده واحدة الأهمية حيث فيه الانطلاقة سيكون فيه 120 بلاسة وإن شاء الله نصف جلد البلايس سيكون المتخصين للبنات الكرة النسوية تعرفوا الأهمية كرة القدم النسوية في هذا الجهة أجل قي بن صالح وقال الجهة ستكون الأسماع كوية في كرة القدم النسوية وكان وانا عندي إن شاء الله أمل لكي نزيدوا النمي ومطوروا هذه الطريقة القدم النسوية إن شاء الله في العالم هذه المشاريع ومشاريع كي أرغبوا بأن نحن في طريق المستقيم فيما يخص الجهوية المتقدمة وفي حالة نحن نشارك مع المجلس الجهوي ووزارة شغرب وغيال وشغرب بن الله لتاريخ قراءة وعريق ومساهمة للجامعة ذات الإطار سلسلة للعمل اليوم كانوا يوصلون للرقم 115 في الملاعب المساهمة للجامعة في جميع الملاعب الآن نحن فرحانين أننا نعطيه لبني ملال ملعب في المستوى اللي كان نتمنى أنه يساهم في توهوج اللاعبين وحياة الذاكرة يعطونا لعابة كبار لذا جاء بني ملال نقر جناح ونقر مديحي ولعابة كبار اللي ما عرفنا ومش ولكن نسمعنا اليوم إذن هذه كان أعتبرها قفزة نوعية قد تساهم في رقيب كورة القدم في بلادنا هذه الجماهير مرتبطة بمجموعة من الخرارات تنتمنى إن شاء الله في الإباكسا وذلك الساعة يمكن المغاربة يرجع الوضع العادي لأن الإباكسا لا يوجد مكانين والواباء ينتقل بسرعة فنحن تنتمنى وعالله أنه يوقف بواحد الحد وترجع لجماهير الماليين لأن كورة القدم بدون جماهير فهي تقريبا لا شيء نستنيف سيلومون منذ الجماهير تتحرك ما العالم كله اللي يضعر بنا فهو بدون جمهورة هذا بالنسبة للملعب بالنسبة لهذا الساعة فهو في مساهمات الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم اللي كيتقدر بخمسة الملايات السنتيم وهذا هو المركز الثاني الجيهوي اللي كتساهم فيه الجامعة بعد المركز اللي كين في الشرخ السايدية اللي هو بدات فيه يعني بدك يستقبل الليجون وهذا تعطيت الانطلاقة ديه السلام عليكم اليوم سنتواجده بملعب الكبير بمدينة هيم الليل المنسبة هو افتتاح بهذه بعد إعادة العيكة لذي لحدي الملعب هذا الاخليم بمدينة هيم الليل التكلوبة ديه و 22 مليون ليلة درهم من الجلس الجيهاء والجامعة الملكية مغربية لكورة القدم تفضل شاركة دينيه وملي للمشروع أيضا هذا الان برطن مجهة الشكر للي الجامعة على احتضان لهذا المشروع للمتابعة ديه الكورة القدم الرعاية السلامية دي سيدنا الله يصره الجيناة درنال اللي عطينا الانطلاقة للورش المهم لمركز ديه تكوينه تكوين الكورة القدم اللي غي يكون هذا تكون الجيهة تكل مشروع اللي القيمة دياله 100 مليون درهم هذا الوقت للانجاز دياله هو 24 عشرين شهر الحمد لله اللي عطينا الانطلاقة للشغال هذا هو اتفاقية شراكة ما بين المجلس الجيهة والجامعة المقربية للكورة القدم 50 مليون درهم من كل طرف المجموع اللي المجلس الجيهة اللي استمر في الرياضة في هذا الشوش المشاريع هي 70 مليون درهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة